حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية شمال سيناء جاء ذلك بعد رصد محاولة تسلل بمجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة وعلى الفور قامت القوات الجوية بمطاردة واستهداف العناصر الإرهابية الهاربة ما أسفر عن مقتل خمسة تكفريين وإصابة ستة آخرين وصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية أحكام سيطرتها الأمنية على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء حيث تمكنت القوات من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية مما أدى إلى فرار تلك العناصر والاختباء في عدة أماكن قريبة وعقامت القوات الجوية بمطاردة واستهداف أماكن تمركزهم مما أصفر عن مقتل خمسة أفراد تكفيريين وإصابة ستة آخرين من العناصر الإرهابية وتدمير عربة دفع رباعي ومبنيين حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلهما هذا وتواصل عناصر القوات المسلحة عملياتها الأمنية لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الغادر